تتابع مؤسسة تحياة كريمة من خلال المنصقين الميدانيين والمتطوعين مشروعات المبادرة بمركز الشهداء بمحافظة المنفية وضمت مشروعات المبادرة وحدة الإسعاف حيث تم الانتهاء من أعمال المبنى الخاص بوحدة الإسعاف التابعة للوحدة المحلية بقفر عشمة كما تمت متابعة مركز الأمم والطفولة ويقوم خدمة تنظيم الأسرة والإعلاج الطبعي وحضنة محو أمية وورش تدريب وعيادات أمم وطفولة كما تمت متابعة الوحدة الصحية وأوضحت حياة كريمة أنه يجرى رصف طريق زاوية النعورة بجزيرة الحجر كفر حجازي بالمنوفية